طبعاً لعيبة المحترفة في أجازة فبالتالي كلهم في بلادهم وإحنا يمكن تبعنا الزيارة اللي قام بيها علي معلول طبعاً النجم الأهلاوي لفريقه السابق فريق السفاقسي هو موجود في تونس طبعاً وإمبارح كان موجود مع زي ما حضراتكم شايفين كده تواجد علي معلول في الميران الخاص بنادي السفاقسي اللي كان بيلعب فيه وكان بيدربه في نفس الوقت برضو مدرب الحالي لفريق السفاقسي الكابتن نبيل كوكي وتكلم تخد جولة كده مع زميله طبعاً واحد من أفضل لعيبة اللي جات النادي الأهلي على مدار تاريخه كل واحد من أفضل بكات الشمال وانت مغمط كده لتحطه في مقارنة مع أكبر الأسماء اللي جات النادي الأهلي لكن علي مش مجرد محترف يعني أنا بشوف أنه يمكن فيه كثير من الأهلوية يوافقوني في الرأي ده علي مزائي أي محترف أجنبي علي تحسه تفصيلة النادي الأهلي روح النادي الأهلي انتماء القصة مش خصة احتراف بقدم هي انتماء واضح جداً من علي معلول للنادي الأهلي والجماهيره وطبعاً هو الحقيقة يمكن فترة اللي كان بيلعب فيها مع الصفاقسي برضو حق بطولات وحق أرقام اعتقد حق بطولة دولي تونسي حق بطولة كونفدرالية فعنده رصيد طبعاً أكيد مع النادي الصفاقسي وعنده رصيد مع جماهير الصفاقسي وبالتأكيد الزيارة دي يعني هترجع ذكرات كتير جداً عند علي وإن شاء الله يرجع لنا بالسلامة واحد من الجنود المخلصة والأعمدة الأساسية للنادي الأهلي ما فيه الشك واللي تحط عليه أمال كبيرة جداً في الموسم اللي جاي اشتركوا في القناة